بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فإن الأمل عبادة من أجل العبادات والإنسان يتعرض في يومه لضغوط ومشكلات وابتلاءات قد تصيبه بإحباط ويأس وأزمات نفسية قد تدفعه إلى أن يضيق صدره وتكثر صرخاته ويصاب بالوساوس ويتسرب اليأس إلى قلبه فلا يرى في الوجود إلا الشقاء والظلام ولا يرى الحياة إلا بنظرة سوداء وعندها يحكم على نفسه أنه من التعساء وقد يدفعه ذلك كله إلى التخلص من نفسه جراء الضيق والوحشة والحسرة التي يعيشها إذ لا طعم للحياة عنده ولا هدف ولا معنى ولا غاية والأنفس المهزوزة والأيد المرتعشة لا تقوى على البناء ولا تصنع حضارة ولا تشيد مجدا لأجل هذا وغيره كان الأمل عبادة الأنبياء والمرسلين ومنهاج الأولياء والعارفين وطريق المصلحين والصالحين ولم تمر الأمة في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمحنة إلا وظفها النبي صلى الله عليه وسلم توظيفا تربويا عاليا وملأ القلوب بالأمل والثقة في وعد الله واجتث جثومة الهزيمة النفسية القاتلة وملأ القلوب بالأمل وصنع من قلب المحنة أملا ومنحة أليس هو القائل لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه عندما وصل المشركون إلى باب الغار وسمع وقع أقدامهم فهمس أبو بكر وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فرد صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما وقد يقول قائل هؤلاء أنبياء وتلك معجزات لكن ربي سبحانه وتعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب والذي عافاهم جميعا هو الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت وهو القادر على إحداث التغيير للجميع في أي وقت ما علينا إلا أن نتوكل عليه وأن نجتهد ما استطعنا وهو سبحانه عليه كل المنح والعطاء ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وعاب على الذين ينفرون الناس ويضعونهم في موقع الدونية والهزيمة النفسية فقال صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم وفي رواية فهو أهلكهم والأمل في الله تعالى ورجاء مغفرته ورحمته يقترن دائما بالجد والعمل لا بالتمني والكسل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إن حقيقة الأمل والتفاؤل لا تأتي من فراغ ولا تنشأ من عدم إذ أنهما وليد الإيمان العميق بالله سبحانه وتعالى قاضي الأمور ومقدر الأقدار ومسبب الأسباب فهو سبحانه لا يريد بعباده إلا خيرا يبعث الأمل في نفوس عباده المؤمنين وينشر رحمته بين عباده الموحدين وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إننا بحاجة إلى صناعة الأمل وزرع التفاؤل في نفوس الناس كل الناس في نفوس أبنائنا وبناتنا وجيراننا وأصدقائنا وأحبابنا والناس أجمعين إن الحياة قصيرة والمؤمن العاقل القوي لا تغلبه الهموم والأحزان ولا يحمل الأرض فوق رأسه وقد جعلها الله تحت قدميه ولا ينغص عيش يومه بالتفكير والخوف من المستقبل فمن رحم المحن تولد المنح والنصر مع الصبر والفرج مع الكرب والشدة لا تدوم والألم لا يبقى ولكل داء دواء يستطب به قال تعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى سيجعل الله بعد عسر يسرى فأبشروا وأملوا نسأل الله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها إنه ولي ذلك ومولاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته